السلام عليكم مرحبا بكم اخواني في درس جديد على قناتكم استفهام عام اليوم ان شاء الله سوف اتحدث لكم على طريقة جميلة جدا لزيادة عدد مبيعات كتبنا على امازون كي تي بي عن طريق الموقع الرائع بانترست فهذا الموقع كما يعرف الجميع هو موقع غني عن كل تعريف فهو يحقق اعداد كبيرة جدا من الزيارات اليومية وبالتالي فهو يعتبر من اكبر المواقع العالمية الموتوقة والتي تجلب الزوار وفي هذا الدرس ان شاء الله سوف اريكم طريقة ترفع منتوجاتكم على حسابكم في بانترست حتى يظهر للزوار وبالتالي احتمالية البيع تكون اكبر واكبر اذا على بركة الله فاولا اقوم بالذهاب الى بانترست ثم اقوم بانشاء حساب بيزنس اؤكد عليكم اخواني حساب بيزنس لانه يتوفر على هذه الميزات الرهيبة التي سأريكم الان فعندما ندخل هنا فتجدون هنا مجموعة من المعلومات عن طبيعة الزوار الذين سيقومون بزيارة بروفايلك او متجرك فلاحظوا معي اخواني فهناك العديد من المزايا التي تحدد لنا نوعية هذه الزوار وعند معرفتك لعدد الزوار ونوعيتهم فانت ستحقق تقدم كبير في مجالك ثم الآن نذهب ونقوم بانشاء بين جديد create بين هنا نقوم بالضغط على هذه الخانة ثم create board وهنا نضع النيتش الذي سوف نستعمله او الذي سوف نستهدفه فمثلا كنت تقوم بانشاء نوتبوك يجب عليك تضع اسم هذا البورد هو النوتبوك مثلا لكن لا تضعها يعني وحيدة فيجب عليك ان تختار النيتش الذي تضعه في هذه النوتبوك حتى تكون له دلالة اكبر وبالنسبة لانا هنا فسوف اقوم بوضع coloring books فحتى اريكم الفرق بين البورد وكذلك الping فبالنسبة للبورد فهي النيتش التي سوف تضع عليها كتبك فمثلا coloring books activity books او نوتبوك يعني حسب الاختيار الذي سوف تختاره انت اما بنسبة لالبين هو الكتب التي سوف نقوم بوضعها في هذا النيتش فهنا سوف اقوم بوضع coloring books مثلا ثم create والان نذهب الى كتابنا على امازون كيدي بي فبالنسبة لي انا سوف اختار كتب عشوائية لان هذا الحساب ليس حسابي الشخصي فانا هنا انشأت حساب جديد حتى ابين لكم طريقة عمل pinterest مثلا كان كتابكم هو هذا الكتاب سندخل اليه فكما تلاحظون نقوم بالنزول اسفل هنا حين تظهر لنا الايقونات الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي ثم تظهر لنا ايقونات pinterest نقوم بالضغط عليها ثم هنا save يعني الاحتفاظ بالكتاب والان نذهب الى حسابنا نقوم بactualizing او تحديث الصفحة وهنا سيظهر لنا الكتاب الذي قمنا بانشائه ثم نقوم بالرجوع الى امازون ثم اختار كتاب اخر كهذا الكتاب ثم نقوم بما قمنا به سابقا نقوم بالنزول ثم الضغط على pinterest وبالتالي يظهر لنا الكتاب save وبعدها نعود الى الواجهة الخاصة بحسابنا في pinterest actualize مرة اخرى وهنا تظهر لنا الكتب التي قمنا بانشائها في حسابنا pinterest اذا الان الخطوة الاهم في الامر هي كيف نقوم بجلب الترافيك اي الزوار لمشاهدة هذه الكتب فانتبه معي اخي اختي فيجب علينا ان نقوم بالتعديل على البورد الذي قمنا بانشائه سابقا وذلك بهذا الشكل نقوم بالضغط على احدى الكتب التي قمنا برفعها ثم نقوم بالنزول الى coloring books من هنا ثم بعدها نضغط على هذا الزر ثم تظهر لنا edit board يعني التعديل على البورد هنا اسم البورد coloring books هنا الوصف الخاص بالبورد يجب ان يحتوي على عدد كبير من الكلمات المفتاحية الخاصة بهذه الكتب ولأريكم الطريقة التي اتبعها في وضع هذه الكلمات الرئيسية فانا لا اعتمد على اي موقع اخر بل فقط اعتمد على موقع pantherest لان ما يهمنا هم الزوار الذين يتجهون الى pantherest وليس مواقع اخرى لذلك يجب ان نركز على الكلمات المفتاحية التي تجلب الزوار في pantherest ولكي نقوم بتحديد هذه الكلمات المفتاحية ما علينا سوى العودة الى الصفحة الرئيسية الخاصة بنا في pantherest ثم نذهب الى مكان البحث ثم نقوم بوضع اسم النيتش الذي نشتغله عليه وهنا ستظهر لنا جميع الكلمات التي تقترحها علينا pantherest كزائر او كزوار لذلك فهذه الكلمات هي التي ستهمنا لانها هي التي سوف تعرض كذلك على الزوار الاخرين وبالتالي احتمالية ان يضغط الزائر على احدى هذه الكلمات فهو احتمال كبير جدا ثم نقوم بنسخ هذه الكلمات بعناية ونقوم بوضعها في الوصف الخاص بالبورد الخاص بحسابنا في pantherest اذا اخواني هذه هي الطريقة وان اعجبكم الفيديو اضغطوا على زر اعجاب وشاركوا الفيديو مع الاصدقاء المهتمين بالمجال وان كانت هذه هي اول زيارة لك اخي اختي للقناة فلا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك جديدنا اول باول ودمت في رعاية الله